تعايني تكلم شوية عن الشرابية وحكي لي شوية برضو عن الشرابية وازاي وصفتي الحاي الشعبي خاصة ان الأحياء الشعبية في مصر ليها طبيع خاص جدا وطبعا اتوصفت من عمليقة او من كتاب كبيرة جدا 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 فاعتقد انه بتبقى مسئولية برضو على الكاتب لو حاب يقرب من المنطقة دي لازم ياخد باله هو بيقرب منه صحيح يعني ما كانش سهل ان انت بالذات لما اكون بحب اقرأ يعني بطبيعة الحال لنجيب محفوظ لجمال الغطاني فا لما اجيقرب من حارة الموضوع مربك الى حد كبير جدا طبعا يعني الكاتب لاي راضيا بيقول طب انا هروح فين طب انا هعمل ايه طب انا هوصفها ازاي وفي نفس الوقت انت وقف على المحكة عشان ما تتشبهيش لانه لو تشبهتي دي في حد ذاتها طعنة في مقدرتك الأدبية ما ينفعش انك تكتبي شبه حد حتى لو نجيب محفوظ يعني انا محبش اكتب لانجيب محفوظ اكيد اكيد ولا احب اكتب لانجيب تكتبي زي حد طبعا فبالتالي انت وقف على المحكة انو انا عايزة اكتب بالحرفانة دي بالصنعة دي من غير ما بقى قلت ايه نزلت وشفت المكان كتير طبعا يعني كنت روحت وزيارات مع جدتي وانا صغيرة انما كنت لسه مش عارفة ان انا هكتب عن المكان ده في يوم الايام فالمشاهد اللي اتسجلت فعيني مش قوي سرية ولا واضحة فاضطر مني الموضوع نزولات كتير بقى ومعايشة وقعدة على القهاوي وزيارة لسيدي المظلوم يعني لف في المكان عشان تعرفي ان العمارة كان دور مثلا اتساع الشباك في الدور الارضي اللي هو البنات بيركبوه الولاد يبقوا رجلي جوه ورجلي برا ده فالموضوع ما كانش سهل ان اتسجلي القطاط الشارع عامل ازاي ووسع الشارع لانه كان زمان الشارع ممكن يبقى ضيق في حاجات وواسع في حاجات يعني مصر كانت بخيرها كان بيعد منه تورماي فالموضوع كان فيه وسع فعشان تسجلي ده وتحتفظ بي وتقول كمان يعني ممكن عن فكرة تسجليه ما تكتبيهوش احكيلي بقى ازاي وصفتي المصريين المصريين اللي شفتيهم او اللي كتبتي عنهم في الفترة الزمنية الجميلة اللي اتكلمتي عنها الجدعانة بتاعتولاد البلد شهامة بتاعت المصريين الوقفة اللي الكبير وقفها جنب الصغير والراجل اللي وقف جنب الست والست اللي وقف جنب الطفل المشاهد كده المصرية الحلوة الثرية اللي احنا اتربين عليها ودايما بنحاول نحافظ عليها عايز اقولك انه كان من اكتر من في اكتر من مشهد اثناء الكتابة انا بستدعي مشاهد حقيقية شفتها في الحارة عند جدتي يعني شفت انه لما بيكون فيه سبوع طفل كل الستات بتكون موجودة بتساعد الست اللي والده دي اي او لو ست في اواخر فترة حملها بيبقوا حواليها كلهم طبعا الفرحة الشرع كله بيفرح الفرحة والدعم طبعا يعني ليه اعتقد ما كناش بنشوف اكتئاب ما بعد الولادة لانه حقيقي ما كانتش بتبقى الوحدها ما كانتش في وقت تزعل ولا ولا هي عمرها كانت لوحدها الببان ما كانتش بتتقافل في الوقت ده كل الببان مفتوحة على بعض مظبوط الشارع الحارة كانت بتربي والشارع كان بيربي والجرام بيربه والبيت اللي هو مش عايش فيه الوحدها ده بيربي فكانت عمرها ما هتبقى لوحدها ويجي لها اكتئاب ما بعد الولادة طول الوقت فيه دعم وفيه مساندة الشيحامة بتاعت المصريين ذكرتيها ازاي جدعانة المصري اللي موجود ومتربي بالطريقة دي كان شكلها عامل ازاي في كتابك كان شكلها مثلا انه القهواجي كان عارف كل حاجة بتحصل في البيوت من الرجال اللي قاعدين بيشربهم وعنده قهوة فبالطالي عارف مين ممكن يكون محتاج فلوس مين ممكن تكون مراته وحامل وبتلوت فمحتاج الداية فيجري يسيب شغله ويدور على الداية الدلالة اللي كانت بتلف بالقماش على البيوت فكانت تعرفة كل ست ممكن تحتاج قد ايته بقماش فلو مش معاها فلوس تسيبهولها كانت الاخلاق مش محتاجة تتدرس يعني كانت بتتناقل جوه البيت من جيل الى جيل وده فيما يسمى بالثقافة الشعبية وهي دي اخلاقنا المصرية وهي دي اخلاقنا اللي احنا على فكرة بنحاول نحافظ عليها على قد ما نقدر وبنحاول ننقلها لولادنا مظبوط وبنحاول ننقلها زي بالزبط ما خدناها فيه حاجات مش عايزين نغيرها يعني فيه حاجات ينفع نتطور فيها فيه حاجات ينفع نتقدم فيها فيه حاجات ينفع نعلم ولادنا فيها احسن متمحنا تعلمنا لكن الادب والاخلاق والجدعانة والشهامة لا بيتقدموا ولا بيتغيروا خالص صحيح صحيح الطفل كان مش محتاج يتعلم ده في مادة في مدرسة أو في كتاب أو كذا هو كان بيشوفه يعني هو كان بيشوف أمه بتعمل إزاي مع جراتها وجراتها بيعملوا إيه معاها بيشوف أبوه مع ريبه مع ولاد عمه مع جيرانه فالطفل كان لا إرادياً بيطلع أنه هو ده الأساس يعني مش ده ده مش أوبشن ده هو لازم نبقى كده ما عندناش اختيارات صحيح تعالي نتكلم شوية عن ترشيح روايتك لجائزة الشيخ زايد وطبعاً دي تعتبر جائزة من أكبر الجوائز الثقافية اللي بيتم ترحها يعني في الوسط الثقافي كلميني شوية عن الترشيح كلميني شوية عن إصداراتك كلميني شوية عن الجزء ده في حياتك أنت بقى ككاتبة إصداراتي ده فريدة العمل الثالث كان فيه مجموعة قصصية اسمها جامع البنات وكان فيه رواية قبل فريدة اسمها المجموعة ألف فريدة هي العمل الثالث لي الحقيقة الترشيح جيه فجأة يعني أنا ما كنتش عارف عموماً يعني المسائل المتعلقة بالتقديم في الجوائز وما إلى ذلك دي بتكون مهمة دار النشر أنا ما بعملش إي أنا مش بقدم أنت ككاتبة مش متدخلة فيها خالص دي بتبقى قرارات الدار هي هتقدم بإيه مش هتقدم بإيه هتقدم لمين ويعني وتقدم إيه بزدك وليه بتقدموا دي كلها تفاصيل تخص الدار أنا بكتبه بس وبخلص العمل بسلمه لهم والخطوات بقى يتنشر إمتى يتنشر إزاي الحاجات دي هم اللي متصرفين فيها أنا في يوم صحيحة الصبح لقيت الموبايل عمالي رين وأنا شايلة فيسبوك من على موبايلي فبالتالي أنا مش فاهمة الناس بتبريك على إيه يعني أنا ما شفتش للخبر أنا شفت مبروك بس كل اللي بيبعت بيبعت مبروك على اعتبار ما أنا عارفة لسه بيباركوليك على إيه في إيه تبصت أفهم يعني فأه شوية وقت على بال ما فهمت إنه الترشيح حصل الحمد لله الحمد لله في انتظار بقى القيمة القصيرة وما بعدها إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفقك وتقدر يتحقق كل اللي نفسك فيه يا رب ألي إن شاء الله الفكرة اللي جاية الحكاية اللي جاية الرواية اللي جاية لسه جبت في بالك حاجة منها ولا لسه ما فيش فيه كتاب قبل الرواية فيه كتاب شغال عليه من 2016 كتاب توثيقي شوية تاريخي برضو مش تاريخ قوي بمعنى ما نعرفه عن التاريخ يعني ولكن عن التراث الشعب المصري ده اللي قدر أقوله مش هحرق أكتر من كده وفيه رواية إن شاء الله يعني يمكن ينزله بالتوازي مع بعض ويمكن واحد يوم يسبق تاني إنما أعتقد الكتاب هيكون قارب يعني إن شاء الله نتكلم شوية عن الغلاف وخاصة إن الغلاف معبر جدا والحقيقة إنه ناس كتير جدا أشدت بيه كلمني شوية عن الغلاف ولسه عن تصميم الغلاف ورأيك فيه واخترتي بعد كام غلاف شفتي نحكي شوية برضو منطقة الغلاف الغلاف تصميم اتنين فنانين متميزين جدا بيجوا ومخلوف اشتغلوا الغلاف مع بعض وأنا كان لها تجربة سابقا معاهم في المجموعة ألف وبالتالي هم يعني إلى حد كبير فاهمين كتابتي شوية قروا رواية وبدأوا يشتغلوا الغلاف مع بعض يعني بعد شوية مدولات إنه لأ فريدة ما كانت شعرها أصفر إنه فبالتالي كان الرد إنه لأ مثلا إحنا بنعبر عن طبق معينة مش عن فريدة في حد ذاتها كفريدة فوصلنا إلى الصيغة النهائية إنه فيه اتنين ستات بيتقسموا الغلاف وبيتقسموا الحياة جوى الرواية وبيتقسموا الأحداث وبيتقسموا القرارات فالرواية ماشية في هذين الخطين طول الوقت زي ما أنت شايفها الغلاف كده جميل أنا سعيدة جداً بأن أنا قابلتك النهاردة لا أسا عادي صدراني سعيدة جداً بالفكرة اللي تكلمنا عنها النهاردة في الكتاب سعيدة بالموضوع اللي طرحنا في الكتاب سعيدة بإن إحنا رجعنا تاني بالزمن للوقت الجميل اللي كان فيه الشعب المصري الجميل إحنا طول عمرنا جمال بس كل فترة وكان لها سحرة وكل فترة وكان لها جمالها ومبسوطة إن إحنا تكلمنا عن الثراء وتنوع لإن هو ده الحقيقة بتاعتنا ومن الثراء ومن التنوير ما يكفي إن إحنا نقدر نعدي بأي مرحلة ونعدي بأي أزمة ونعدي بأي حاجة ممكن تمر علينا كمصريين لإننا عندنا من الخبرة ومن التنوع ومن الثراء ما يكفي